من قلب المدينة القديمة بسلة وبالضبط من داخل حي الملاح يشتغل السيد علي شراضي على صنع مشغولات ندوية تتمثل في النعال والأحذية ومنتوجات أخرى اعتمادا على نبتة الرافية الإفريقية يستقدم هذه الألياف من مدى غشقر ثم يعمل على تلوينها قبل أن تحولها أنامله إلى تصاميم جميلة ميزتها الأساس هي الدقة والتفاصيل الصغيرة الحمد لله الصنع زينة ما كيناش قليلة هي وتنديل بها المعارض في جميع في المغرب وخارج المغرب يعني تشهرت بزافة صنعات الرافية وبالنسبة لأوروبا ولأصحاب الصرق الأوسط كي يبغيوها بزاف زوجة السيد علي تعلمت عنه الحرفة وتساهم بدورها في هذه صناعة اليدوية الجميلة من هذا المحترف الصغير تنتج كمية من السلع كي يتم تصديرها إلى أسواق داخلية وخارجية الإنتاج هنا حسب الطلب ورغم صغر حجم المحل فالإقبال على منتوجاته تجعل هامش الربح جيدا وكافيا لسد حاجيات هذه الأسرة الحمد لله تصنعها هذه نحن ربينا بها ولداتنا وعيشين منها واختنا منها بزافة الحويج منها تسكننا دينا منها ما عيشت ضروري هي واحدة من الحرف اليدوية تعبر عن التنوع الذي تعرفه صناعة التقليدية المغربية وتعكس مدى إبداع الصنع نظرة واحدة على التفاصيل الدقيقة تجعل الرأي مقدرا لهذه الزخارف المصنوعة من مصدر طبيعي صرف والتي تجعل هذا النعال مميزا عن غيره من حيث المنظر والملمس والملبس ترجمة نانسي قنقر